نروح للسكواش انتوا عارفين عندنا اتنين في الاسكواش في النادي الاهلي يترب عادل وعندنا مصطفى عسل يترب عادل طبعا دي صورتها للأسف مش هتشارك في بطولة بلاك بول ليه مش هتشارك للأسف هي اصيبت بفيروس كورونا البطولة كده فقدت تلات لعبين مهمين فقدت الشرباجي بعد اعتراضه على الحكام وقفوه فترة تقريبا شهر على ما تذكر ونور الطيب لأسباب أسرية ويثرب عادل كمان مش هتشارك خلينا اقول لكم الناس بتقول سكواش سكواش طب خدوا دي السكواش او بطولة بلاك بول اللي جاية مجموعة جوائزها ماتين خمسة وعشرين الف دولار خلينا الرقم يعني رقم يعني نقول كده بيقرب من ثلاثة وشوية مليون جنيه مجموعة جوائزها فالحقيقة السكواش ايضا عشان احنا الحمد لله متفاوقين فيه فابتدت يبقى فيه رعاة كتير جدا يشتركوا في هذه البطولات وبدأوا يدفعوا الفلوس تبتتاخد لتنظيم البطولة وكجوائز الحقيقة بطولة تبقى كويسة تبتدي البطولة بكرة ان شاء الله من بكرة الاثناشر ديسمبر السيدات والرجال من تلاتاشر لتمنتاشر ديسمبر انا بدعوا طبعا كل جماهير رياضة المصريين تتابع البطولة دي وتتابع نتائجنا نتائج لعبتنا المصريين اشتركوا في القناة